اشتركوا في القناة شدد رئيس أعضاء مكتب مجلس المستشارين اليوم الاثنين على إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول توضيف مزعوم للقاثرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في ثبث المحتلة يشكل إنكارا للمكتثبات المشاركة التي سجلت العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين صدر عاقب الشماع عقده مكتب المجلس عن بعد برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبدالحكيم بن شماش على أنه لا يمكن استعمال هذه المؤسسات الإنسانية في المزايدة السياسية وأن مشروع القرار هذا يشكل إنكارا للمكتثبات المشاركة التي سجلت العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا تناقضا مع المواقف التي اتخذ كبار المثؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى التي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا كما عبر رئيس المجلس وعضاء المكتب في هذا الصياق عن عميق استغرابهم واستهجانهم لمبادرة بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبية إلى إدراج مشروع قرار طارئ حول توظيف مزعوم للقاثرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في ثبت المحتلة وبهذه المناسبة تمنا الرئيس وعضاء المكتب حسب البلاغ تأكيد الملك محمد الثالث في الفاتحة من شهر يونيو 2021 على التزام المغرب الواضح والتابت بقبول عودة القاثرين الغير المصحوبين في إطار التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين وفي الثياق الانتثال للالتزامات الدولية دات الصلة كما جددوا التأكيد على أن المغرب شأنه شأن الاتحاد الأوروبي يدرج مثالة الهجرة دمن مقربة شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداتها ومبدأ تقسم المثئولية وفق ما تمليه مبادئ القانون الدولية الإنسانية وفي إطار شراكة شمال جنوب توفق بين مواجهة رهانات الهجرة وتحديات التنمية وخلص البلاغ لأن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا خلال الاجتماع عند تدعية التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماثية بين المملكة المغربية وإسبانيا ونزوع هذه الأخيرة إلى إقحام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة التي نشبت بسبب المواقف الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية قطعت الثلطات المغربية يوم أمس الشك باليقينة وأعلنت استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية مرحب هذه السنة وأمام هذا الوضع عبر عمدة الجزيرة الخضراءة عن أمله في تراجع المغرب عن هذا القرار الذي وصفه بالكارثة فيما تحدث حزب فوكس اليمنية المتطرفة عن خسائر بملايين الوروهات وأعلنت الحكومة المغربية الأحد أنها قررت السماح باستئناف الرحلات الجوية والبحرية من المملكة وإليها ابتداء من يوم الثلاثاء الخامس عشر يونيو الحالية من أجل تيسير عودة المغرب المقيمين بالخارج إلى بلدهم واستبعد المغرب الموانئ الإسبانية من عملية مرحب لهذه السنة واكتفى بموانئ فرنسية وإيطالية وهو ما سيكبر بعض الموانئ الإسبانية خسائر بملايين الوروهات وفي أول تعليق على القرار المغربية من مسؤول الرسمي إسبانية قال خصي إغناسيو لندلوس عمدة الجزيرة الخضراء في تصريح النقلة الصحيفة إي بي سي إن في العادة يتم التنصيق مع المغرب قبل أشهر من انطلاق عملية مرحبة وهو الأمر الذي لم يحدث هذه السنة ووصف القرار المغربي بالكارثة الذي سيتضرر منها العديد من العمال والشركات وعبر عن أملي في أن يراجع المغرب قراره وقال نتمنى أن تتم مراجعة هذا القرار لأننا نتحدث عن ألاف الوظائف في شركة الشحنة محطات الوقود الفنادق التي يقصد هؤلاء الأشخاص في رحلتهم المطاعم التي يأكلون فيها وكالات السفر وربط عمدة الجزيرة الخضراء بين استثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور والأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين المغرب وإسبانيا وقال إذا رأيت ما يحدث في سبتة وما حدث مع السفرة المغربية في إسبانيا فأنت تعلم أن هناك شيئا ما خاطئ واتهم الحكومة الإسبانية بالإثاءة إلى العلاقات مع المغرب وتابع لقداث على كل المثامير التي يمكن الدوس عليها وانفجرت كل الألغام التي كان من الممكن أن تنفجر ورغم أنه سبق لحزب فوكسا اليمينية المتطرفة أن قدم مقترحا للبرلمان لمطالبة الحكومة بإلغاء عملية مرحبة إلا أنه بمجرد صدور القرار المغربية عاد ليتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي سيتكبد واقتصاد المدن الإسبانية المعنية بعملية العبور وكتبت مكارينا أولونا الأمينة العامة للحزب بمجلس النواب الإسبانية في تدوينة على حسابها في موقع تويتر أن استثناء الموانئ الإسبانية سيتسبب في خسائر تقدر قيمتها بعشرين مليون أورو وقالت إن القرار الذي وصفته بالمأثاوية سيؤثر على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة ومالاقا وألميريا وأليكانتي وثبسة ومليليا وتابعت أنه سيؤثر أيضا على جميع الأعمال التجارية في ممر بورغوس ميراندا وكانت الحكومة الإسبانية تأمل في أن يتم تنظيم عملية مرحب هذه السنة وسبق لمدير ميناء الجزيرة الخضراء خرار دولاندالوس أن عبر خلال شهر مارس عن تفاؤله بإطلاق عملية مرحب لهذه السنة نظرا لتأثير المهم للغاية على عدد كبير من الأشخاص والشركات ويذكر أنه في شهر أبريل بدأ ميناء جزيرة الخضراء استعدادات لعملية العبور وأعلن عن طلبات عروض لتقديم مختلف الخدمات للمسافرين المتوجهين من أوروبا إلى المغرب ما بين يونيو وشوتنبرا مدينة الثبت ومليليا بدورهما كانت تأملان أيضا في الاستفادة من كعكة عملية العبور وأعد المسؤولون في التغرين المحتلين وطيقم الشركة حول عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تقديمها للحكومة المركزية في مدريد بناء على التعليمات الثامية للملك محمد الثالث القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المثلحة الملكية انطلقت اليوم الاثنين بمدينة أجادير تدريبات المغربية الأمريكية المشاركة الأثدى الإفريقية 2021 وستتواصل هذه التدريبات لغاية 18 يونيو الجارية بمناطق أجادير تيفنيت طنطان المحبث تافراوت بن جرير والقنيترة بمشاركة الألاف من الجيوش المتعددة الجنسيات وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية وقال الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق قائد المنطقة الجنوبية للقوات المثلحة الملكية في كلمة بالمناسبة لقد بلغ هذا التدريب بلا شك درجة من النج تشهد على متانة علاقات التعاون بين جيوشنا وأضاف الجنرال بلخير الذي أشرف سابقا على عملية الجيش في معبر القرقرات بطرد عناصره مرتضقة البوليثاريو أنه من المناسبة التأكيد على أن التحولات الجيوثياثية العالمية تحمل معها مجموعة من التهديدات والتحديات التي تختبر العمل العسكرية الذي يجب أن يكون متعدد الجنسيات أكثر فأكثر من أجل فهم أفضل للطوارئ والإكراهات في مواجهة التهديدات المختلطة والتي تتطلب أثاليب عمل غير مألوفة وذكر أنه من أجل الاستجاب للمتطلبات الراهنة المتعلقة بالعمل العسكرية المشركة فإنه أضحى من الضرورية تطوير العمل المشرك بين الجيوش والذي يجب أن يكون ضمن القوات المتعددة الجنسية من جيتي أكد الجنرال أندرو روهلينغ نائب قائد الجيش الأمريكي بأوروبا وإفريقيا أن الأسد الإفريقية هو أكبر تدريبات عسكرية أمريكية في القرى الإفريقية وأضاف روهلينغ لقد طورنا تمرينا سيوفر تدريبا جيدا لجميع المشاركين مع الحفاظ على الصحة والسلامة الجميع مشيرا إلى أن الأسد الإفريقية يقدم تدريبا يتثم بالواقعية والدينامية والجاهزية وقال معا سنعمل على تحسين العمل المشركة والتعاون متعدد الجنسيات مع خلق روابط متينة بين القوات المثلحة المشاركة يشار إلى أن النسخة الثابع عشر من هذا التمرين تعرف بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والفنغالة وهولندا وإيطاليا فضلا عن الحلف الأطلسية ومراقبين عسكريين من حوالي 30 دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا كما أن هذا التمرين الذي يعتبر من بين أهم التدريب المشاركة في العالم له أهداف متعددة من بينها تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة وتعزيز قابلية التشغيل البينية بين المشاركين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشاركة في إطار التحالف وإتقان التكتيكات والتقنيات والإجراءات وتطوير مهارات الدفاع الثبرانية وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتذويد بالوقود جونا وتأثيذ التعاون في مجال الأمن البحرية وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات البحرية والحرب التقليدية وأخيرا القيام بأنشطة إنسانية وتشمل النسخة الثابع عشر للأسد الإفريقي 2021 بالإضافة إلى التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة وكدى التدريب على عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة على تمارين للقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى تمارين التطهير البيولوجية والإشعاعي والنووية والكيميائية من جهة أخرى وفي إطار الأنشطة الإنسانية الموازية سيتم نشر مستشفى طبي شراحي ميدانية في إملان بتافراوت حيث سيتم تقديم الخدمات الطبية والشراحية لصالح الثكان المحليين في المنطقة من قبل فرق طبية مكونة من أطباء وممردين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكية أكد المحلل الاقتصادي الدكتور نجيب الثومعي أن كل المؤشرات الاقتصادية والتجارية والجيوثياثية تشير إلى توجه بريطانيا نحو الاعتراف بمغربية الثحراء وأوضح الخابير الاقتصادي أن قرب توقيع المغرب اتفاقية لتبادل الحر مع بريطانيا تشمل الأقاليم الجنوبية في إشارة إلى رغبة بريطانيا ولوج الثقل إفريقية عبر منطقة التبادل الحر القرية يزيد من تأذيذ هذا الطرح كما اعتبر المحلل أن إمكانية الربط القري بين جبل طارق وشمال المغرب في متغير جيو اقتصادية قد يعيد تشكيل الخريط الاقتصادية وثلاثل القيمة بمنطقة المتوثقة بالنظر إلى تأذيذ الربط اللوجيستي البريطاني في محور لندن كيبتاون عبر طنجة والداخلة وشدد دات المتحدث على أن نجاح النموذج التنموية الجديدة مرتبط أثاثا بتغيير التحالفات واعتماد منظمة اقتصادية وفكرية وتقافية منفتحة على الفضاء الأنجلوسكسونية وإلى إسبانيا حيث عبر الحزب الشعبي الإسباني عن رغبته الأكيدة في إعادة العلاقات بين الرباط ومدريدة إلى ما كانت عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة حسب ما جاءت في تقارير نشرة وسائل علام إسبانية التي واكبت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين منذ انطلاقتها وبحسب ذات المصدر فقد انتقد الحزب الشعبي فشل حكومة بيدرو سانشيز مركزا في ذلك على وزيرة الشؤون الخارجية أرناتشا جونزاليسلايا التي لم تستطع تدبير الوضع الحالي بين البلدين في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة التي تسبب فيها دخول غالي بهوية مزورة للعلاج بالأراضي الإسبانية وأكد المصدر أن الحزب الإسباني المعارض سيطالب حكومة سانشيز بإعادة إصلاح العلاقة مع المغرب في أقل مدة ممكنة وذلك خلال الجلسة التي سيعقدها البرلمان الإسباني الأسبوع المقبلة مشددا على أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطوات الضرورية لنزعفة للأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين ترجمة نانسي قنقر